تزداد سرعة وتيرة أحداث المشهد الانتخابي في ليبيا يوما بعد يوم حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات انتهاء قبول طلبات الترشح عصر اليوم الاثنين وبحسب متابعين فإن عدد المترشحين وصل إلى أكثر من ثمانين مترشحا للرئاسة بينما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى الثاني والعشرين من ديسمبر وقد أعلن المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات عقد مؤتمر صحفي يوم غد الثلاثاء لعرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين وفي الأثناء لاقى ترشح بعض الأسماء المطلوبة للقضاء الدولي والمحلي كمجرم الحرب حفتر وسيف القذافي ردود أفعال منددة واستنكار لقبول طلب من تلطقت أيديهم بدماء الليبيين وجر البلاد إلى دوامة من الحروب وفي ذات السياق طلب مكتب المدعي العام العسكري في رسالة إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إيقاف السير في إجراءات ترشح كل من سيف القذافي ومجرم الحرب حفتر إلى حين مثولهما للتحقيق في عدد من الوقائع المسندة إليهم وأشار مكتب المدعي العام في رسالته لرئيس المفوضية إلى أن مجرم الحرب حفتر وسيف القذافي متهمان في عدد من القضايا التي يجري فيها التحقيق منها مقتل مواطنين على أيدي مرتزقة الفاغنر الروسية ومقتل ستة وعشرين طالبا من الكلية العسكرية بعد استهدافهم من طيران أجنبي تساؤلات عديدة يطرحها مراقبون حول مدى استجابة المفوضية العليا لطلب المدعي العام العسكري بشأن إيقاف ترشح مجرمي الحرب والخيارات المطروحة أمام المستبعدين في حال إقصائهم من السباق الانتخابي أبرزها خيار الحرب وإفساد العملية السياسية خاصة بعد مشاهدة تحركات عسكرية لقوات مجرم الحرب حفتر الذي صرح في عدة مناسبات سابقة أن خيار الحرب مطروح في حال فشله في العملية الانتخابية